الفعاليات النسخة 11 من المنتدى العالمي حول التنمية والعجاب هذه النسخة التي تنعقد بمراكش جاد متزامة مع انعقاد أول مؤتمر عالمي والذي سيتبنى لأول مؤتمر ميتاق عالمي من أجل هجرة آمنة منظمة منتظمة إذن كتعيش معنا لحظات استثنائية في تدبير كوني لإحدى أهم تعقيدات لكعف القرن العشرين الأول من النزوحات البشرية كما كتعفوه أن الهجرة سابقاً كانت اختيارية وغالباً لظروف اقتصادية محضر اليوم وفي السنوات الأخيرة نعيش للأسف هجرة لظروف قصرية إما لحروب وتطاحنات للأسف بشرية وإما لتفكك وانهياء مجموعة من الدول وبالتالي المواطنين ما تحسوش بالنعاشي في ظروف آمنة وإما كذلك لكوارثة بيئة طبيعية تؤدي إلى صعوبات اللي البشر ما تيقدرش يخاعش من تقالعيش فيها ناته منطلق الأمم المتحدة وبعدها تفكيري جيد وبضغطين إيجابي من مجموعة من الفعاليات مثل منتدى هذا اللي كتشر معه اقتنعه بضروة أن تكون الهجرة ضمن أجنطة الأمم المتحدة 2016-2015 عفوان عندما تم الحديد وتبنت الأمم المتحدة برنامج لتنمية مستدامة 2015 ضمن هذا البرنامج كانت وطيقة أساسية تشير إلى أن الهجرة لها علاقة تنمية وتساهم تنمية بعد ذلك إعلان نويورك 2016 واللي كان بفعل مرحلة جميئة مرحلة مفصلية لإعلان حول اللاجئين وحول المواجرين واللي اعطى انطلاق الفعلية لانطلاق الفعلية والعملية للتحذير والتفكير في ميطاق عالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة الهدف من هذا المنتدى هو الصماف النقاش لأن مجموعة من الدول أو غالبة الدول اقتنعات بأن نظر التحولات في هذه السنوات الأخيرة كل دول أصبحت دول المنشأ ديبيلوغيجين وجميع الدول أصبحت دول عبور نسكي دزمنا وجميع الدول أصبحت دول استقبال من غير فضل واحد من درستي باقي لجائد الملك نصر الله واللي كانت 2013 واللي اعطيت واحد نقاش مجتمع كبير واللي كان أنا داك قم ببنشير قوة تفاعله مشوطة لحظة النساء واللي سنوح قوة تركيلية واللي أكد أن المجتمع المغربي توقع على التحولات وبأن مئات من الناس اختاروا أنهم يستقعوا مغربي من هنا جاءت سياسة وطنية مغربي هذه السياسة كنت معتد مرتكزة المرتكز الأول أنها سياسة إنسانية أولا بمعنى أنها تنطلق من كل المرجعيات الكونية تميخص حق الإنسان المتعاف على الدولية ثانيا أنها سياسة شمولية ثالثا أنها سياسة سياسة قابلة تنفيه من هذا المنطلق وقعت واحدة تغييرات كبيرة في مغربي أول تغيير أنه تم تسوية وضعية دي الخمسين ألف مهاجب كانوا في وضعية العيش والثقة السمي في مغربي وهذا ما شي سهل حيث المغرب ما عندوش التطاقة للإستقبال الآخر الإدارية ذلك تعبأت مزارة الدقية وكون هنا تخيوة الأطم وفتحت واحد وسبعين مكتب داخل كل مغرب في كل أنحة مغرب وأن رؤسة المكتب تلقمت كوين خاص بش يكون حصن استقبال وبش يدنقو صعوبة الآخر وهشاشة الآخر ومعاناة الآخر وتم تسوية وضعية خمسين ألف مهاجب سوية الإدارة القانونية فقط محطة بمعنى آخر أنه سنتقلوا إلى تيسير ضوف اندماج هنا تغييرت المنظومة القانونية وأصبح أطفال المهاجر لهم الحق في ولوش المدرسة العمومية لم يكن ذلك من قبل الآن عند نسبة علاق طفل من وصول أو من عائلات مهاجرة السقرة المغرب هما في نظام تعليمي المغربي والفوجلول وصل الآن باسم الإعدادة أي الكوليج وهذا هنيئا للجال والنساء للتعليم اللي بدون بجهودات كبيرة تطوعية باش يمكن يكون اندماج مندرسة اندماج سايس تغييرات المنظومة باش يستفدون الخطمات التذبية تباقي المغرابة تغييرات المنظومة باش يستفدون السكن الاجتماعي المدعام طيب الحكومة تباقي المغرابة وتغييرات المنظومة باش يمكن يكون عندهم ملوج لتكويل مهني Growth باش يمكن يكون يكون عندهم مؤهلين لتجاوب مع أصوات الشغل فهudes سياسة وطانية لكن هناك قناعة ملكية قوية بأن أي بلاد ماشي بوحدة كورجراء وابتلق استعاون الإقليمي جيوي ومن ثم تعاون قاوي ومن ثم تعاون كوني لذلك نريد بحاضر بالقوة مادام أنا صاحب جلالة نصور له وراهد الهجرة في إفريقيا وتقدمت أجوم دملكية من خلال القمة الثلاثين من عقدس في أديس أبابا وكان فاتف مرتكزة لأول مرة إفريقيا تعتبر الهجرة رافعة كمية إذن استجام تام وكامل مع منظومة الأمم المتحدة والتي تقفى إجماع فضل هالتواجد الملكي وهالإرادة الملكية وهالانقلع الملكي جوج أن الهجرة هي من آليات لخلق تضامن إفريقي إفريقي وبالتالي من كسفة الدول الغنية تكون مرتاحة والدول الإفريقية تكون تتعالي إذن خلق تضامن إفريقي وبالتالي تعاون جنوب جنوب كذلك أي أن الأسئلة الإفريقية يجب أن يكونها جواب إفريقي وهناك اقتراح ملكي لأن يكون ما بستطيع الهجرة وأن يكون مقامه في المغرب ولها يكون عنده ثلاث أهداف المتابعة للصباق والتفكير ما دام أن الهجرة هي إشكال معقد يقتضي تفكيراً قبلياً لفهم الطائرة ما دام أن تختلف من منطقة إلى منطقة على الصعيد العالمي إذن هذا المقابلة الإفريقية علش تبنات تبنات أن هناك اثنين ثلاثين مليون إفريقي وهذه إحصائية منطبرة عالمي الإجراء اثنين ثلاثين مليون إفريقي في العالم ثلاثين مليون داخل إفريقيا أي هجرة إفريقية إفريقية مدام أن المنطقة لن يكون ملزمة في البداية سيكون الاستئناس كباقي المحطات كما في العالم لم تكن هناك مرشعية ملزمة كانت هناك محطات للخلاط الدول في هذه المرشعية الكونية وأولاً التأكيد إحداث قطيعاً مع تبير أحادي الإجراء تبلاد بوحية مقدة وجهة توافد ونزع المواجهة إلا ما كان الشعور الإقليمي جاوي وإلا ما كان الشعور القاري وإلا ما كان الشعور كوني ثانياً هو ما الفاغ اللي الآن كان لحظوه مش معاً بالدول اللي أدات إلى صعود القوى المحافظة واللي كتعتبر سياسياً وانتخابياً أن المفقول والمهاجب وكتقوم بتخوف مجتمعاتها باش يصوتها إذا ما يبقاش أطفاء هذه المرجعية باش نعطير للقوى غاعلة الإنسانية في المجتمعات غن نعطير مرجعية باش تدافع عليها وأنها تنقش مع الحكومات ديالها وبتأت تعتبر بأنه المهاجب إذا كنت يعاني مضروف قاسي اقتصادياً بحال وبحال السكر الأصليين أي مجتمع استقبال ثالثاً مساهمة مع الإعلام واتنوير الإعلام اللي كما قلت سابقاً بخفيات إيجابية ربما قياب المعلومة وغياب تحليل علمي يتعاطى مع الظاهرة من منظوم إعلام محمد في حين الظاهرة معقدة الإعلام يشبع أن يكون جزء فاعل في التنبيه لمخاطر عدم الهتمام وعدم تقطير الإجراء ثالثاً مواجهة الإجراء السيرية الإجراء السيرية تخدم مصالح اللوبيات وتخدم مصالح المافيات التي تدخل أنوار باهظة كثير منها وتدخل كذلك تخدم صالح ما يسمى بجمع المنظمة إذاً لمواجهة الإجراء السيرية ولتفكيد هذه المنظمة الإجراءية يجب على الدول أن تبنى سياسة وطنية الإجراء إذاً كخلاصة هذا الحدث اليوم الذي كان في مباكش والحدث الثاني كمم المتحدة ستصرفوه الذي سيكون يوم 10-11 هي منطلق لتأكيد أنا المغرب حاضر في تدبير كوني الإجراء وأنا المغرب بفضل الإرادة الملكية قادر على الجواب بشكل متواضع لكن قادر أن يكون جزء من الجواب وليس جزء من إشكال وأن المغرب نخلق المباكش وأكيد أن المباكش بجضورها التاريخية وبإمتها الإنساني هو ملك الجميع بلستثناء مادم أنها كانت دائماً مدينة راقوح تقافات وللعيش المشترك بإمتشياس وقادرة كذلك أن تبقى كما كانت هي عنصر جواب وليس عنصر إشكال قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية